في البلاتو الأستاذة أسماء ميرامرية خبيرة استشارية أهلا بكي شكرا على الاستضافة شكرا لك أيضا إذن أبدأ بآخر تصريح لوزير العدل حافظ الأختام والمتعلق بقانون العقوبات والخاص يعني بالوقاية من حصابات الأحياء حيث تضمن 40 متى جديدة خاصة يعني كيف ستسهم هذه المواد في الحد من هذه الجرائم وكذلك معقبة كل مرتكب هذه الجرائم أولا مساء الخير مرة أخرى ومساء الخير كل المشاهدي قناة النهار طبعا الجدد كان كبير جدا خاصة مع مناقشة أو تعديل الدستوري 2020 جاءت الكثير من المناقشات ضمن مشروع تعديل الدستور في باب السلطة القضائية كيف سوف نمارس هذه السلطة القضائية كيف يكون لها تطبيق فيما بعد عن طريق بعض القوانين مثل قانون العقوبات الجزائية إلى غير ذلك الآن ما تشهده الساحة في المجتمع هناك ظواهر من بين الظواهر هي ظاهرة عصابات الأحياء أو الحاملين للسلاح وهذه شافها الجميع يعني الإسقاط كان إسقاط مباشر على العائلة الجزائرية على المواطن الجزائري أنا صحيح كخبيرة استشارية لكن في داخل حزب صوت الشعب لأنني أمثل حزب صوت الشعب فنحن قمنا بدراسة سوسيولوجية لهذه الظاهرة والكثير من القيادين كنا تنقشنا عن هذه الظاهرة كيف تعكس أو كيف يمكن حماية المواطن من هذا جاءت هذه مجموعة هذه القوانين اللي يقول تقريبا 40 مادة نحن مع هذه القوانين لكن الجيد في هذا الأمر أنه هناك استراتيجية وطنية ماذا أفهم أنا باستراتيجية وطنية وحتى أشير للمواطن الجزائري أو الشعب الجزائري حتى يفهم ماذا نعني بالاستراتيجية أو بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الظواهر خاصة ظاهرة العصابات والسلاح إلى غير ذلك القانون الجزائري صحيح سوف يضع عقوبات لمن قام بهذا الفعل لكن لا ننسى أن القانون الجزائري لم يوجد فقط لنأخذ الناس ندخلهم للأحباس لا القانون الجزائري جاء للحماية لما نتكلم عن الحماية نتكلم على حماية الطرفين الآن المطلوب من السلطة القضائية أو من الجهات المختصة أنها تقوم بدراسة الظاهرة وتذهب إلى أصل الآفة الآن نشوف هذا الأشخاص اللي نساكن ربما هم كذلك ضحية سوف يطبق عليهم القانون نعم لتطبيق القانون لعم لتطبيق العدالة لكن يجب أن نقوم بدراسة ونشوف هذا الأشخاص هذوما لماذا ذهبوا إلى هذه الآفات لماذا أصبح الشخص الآن يرفض سلاح أو يرفض سكين أو لا غير ذلك يقتل بنته يقتل مرته اعتداء على الأم يعني أصبحت ظواهر غريبة جدا لأنه مش فقط السلاح في الشوارع بين العصابات في الشوارع هناك ظواهر خطيرة جدا إذن من واجب المسؤول الآن أنه يذهب إلى الدراسة أنه أولا يجب نشوف الناس هذوما اللي جميع يعرف أنهم يطعطونه المخدرات والمهلوسات وحتى بالنسبة لضغوط الاجتماعية هذا سوف أأتي إلى هذا الأمر حتى أكثر من ذلك الفترة اللي مر بها هذا الشاب اللي هما تتراوح عمرهم تقريبا في العشرينات بداية الثلاثينات ظروف اجتماعية رهيبة جدا لكن هذا ليس بالمبرر ليس بالمبرر أنا قلت العدالة تطبق على الجميع القانون يطبق من أخطأ يطبق عليه القانون لكن حتى نقول عادلين لأنه دائما نقول هناك القانون وهناك روح القانون حتى نقول عادلين مش منفذوش الناس هكذا كوندخلوها الناس لازم نقوم بدراسة أخرى حتى نعالج هذا المشكل لأنه الأم هذك اللي ترفدي لها ابنها ودخليه للحبس وهو مخطأ وعلى بالها باللي راه وغالط وتقول لكن نعم أنا نحب القانون ويتطبق القانون لكن يقعد قلبها محروق عليه إذا نحنا نقول أنه نعم لتطبيق القانون نعم لهذه العقوبات الرادعة حتى يعمس الأمان على المجتمع الجزائري كما كنا نشوفه بكري ويحكوا لنا يماتنا وبابتنا يقول لك احنا كنا نخرجه ولباس والخير والأمان احنا نحبه هذا ونحبه ما أكثر من ذلك ومش أنا فقط كل المواطن الجزائري هذا هو وش راهو يحب لكن في نفس الوقت ماذا بينا أنه السلطات المعنية أو المسؤولون الآن المسؤول على هذا الأمر أنه يشوف هذي الأفات من الراهي تجي المهلوسات من الراهي تجي المخدرات هذه الحبوب هذه اللي راهم يتعطوها لازم هنا نوقف معليش نعالج ما هو يعالج الآن اللي راح هو ارتكب جريمة ما نقولوش سنة حتى نوقف هذك بش نرتكب بش نعان نحاسبك انتا لا من ارتكب الجريمة يحاسب عليها لأن الآن عقوبات نلاحظ أنه عقوبات حتى الاثنى اثنى سنة عقوبات بالمؤبد عقوبات بالإعدام تصل حتى الإعدام فهذه عقوبات كبيرة جدا وثقيلة جدا وهذا يعني حتى على المواطن إذن هذا نعم مع تطبيق العقوبات نعم مع تحقيق العدالة وتطبيق العدالة وتطبيق القانون من أجل الوصول إلى مجتمع الأمن والأمان والناس تكونوا عندها كل الحرية لكن في نفس الوقت نطالب كل مسؤول في الدولة الجزائرية أنه يتحمل مسؤوليته وعلاش حتى وصلنا لهذا النتيجة هذه لأننا نحن لا نريد حلول آنية واستعجالية معناتها ضرق وشكين هذه لا لكن لازم نشوف الأصل المشكل ما هو نقوله قبل الوصول إلى تطبيق هذه العقوبات هو فتح تحقيق شامل فتح تحقيق أكثر من ذلك ليس فقط فتح تحقيق نشوف الأصل المشكل من هو المسؤول وراء هذا شبابنا اليوم هذا شبابنا لأنه لأنه ما تشوفيه مش فقط نعم كان في أكثير اللي أثرت فيهم زادة طينة بلة كما يقال أنه الأفات الاجتماعية والبطالة ومشكل عفوا السكن إلى غير ذلك لكن هناك الكثير من الشباب خريج جامعات كثير من الشباب تشوفيه اللي يقولك أنا ولدي ما خصوا حتى حاجة لكن رح للمهلوسات لأن ما يذهب للمهلوسات المخدرات هنا كنت في قناة النهار في أحد البلاتوهات كنا اتطرقنا منذ عدة سنوات إلى مشكل المهلوسات والمخدرات من الابتداء في المؤسسات التعليمية وهذه ظاهرة كبيرة جدا خطيرة جدا خطيرة جدا ربما لا تكون المهلوسات والمخدرات هي فقط السبب تكون هناك الأفات الاجتماعية أخرى ربما لما نقوم بدراسة أكثر عمقا سوف تظهرنا ظواهر أخرى لكن على العموم نعم وهذا يتفق عليه الجميع نعم لتطبيق القانون أكيد نحن ماذا بنا أن الناس لما تخرج للشارع أنا كإن مرأة أو لابنتي أو لأختك أو الأم أو للوالدة أو حتى أحيانا لأن الاعتداء ليس فقط على المرأة الاعتداء على الرجل كذلك طبعا على كل الفئات طبعا لو أردنا أن نأخذ فقط مثال نحن نحاول أن نصلح هذه المنظومة منظومة العدل في الجزائر من خلال تطبيق صارم لكل القوانين إذا أخذنا مثال من الدول الأوروبية وكذلك حتى من اسمها لأمريكا هناك كما أشرت إلى نقطة جد مهمة هو فتح تحقيق قبل الوصول إلى تطبيق هذه العقوبات حتى لا يكون هناك نوع من الظلم لأخذ بعين الاعتبار كل الظروف نقول الظروف الاجتماعية أو الظروف التي كان يمر بها نقول الجاني أو المتهم بسبب ارتكابه لهذه الجريمة كنا نتبع كذلك من بين تصريحات وزير العدل حول العقوبات المسلطة ضد كل من يحتدي على طبيب أو على شبه طبيب داخل المستشفيات فكانت تفاوتت فيها العقوبات يمكن أنه بحكم أنه قناة النهار المواطنين متواصلين معها كان الكثير من هناك من قلوش أعاب على هذا القانون أو هذه العقوبات ولكن قالك يجب أن يأخذ بعين الاعتبار كذلك النفسية نفسية الشخص المرافق للمريض إلى المستشفى أنا كنت سمعت أننا كذلك أنا قلت لك أنا في حزب وحزبنا صوت الشعب وحنا عندنا امتداد وبعد وطني وكنا نتنقلنا في قسنطينة لأنه كان هذا الموضوع القانون بالنسبة لموضوع الصحة إلى غير ذلك فسمعنا بعض الأصداء وبالفعل هناك العديد من المواطنين قال لك أشوفوا الحالتنا هنا وهذا أمر حقيقي أنا ذلك قلت لك القانون يطبق هذا مفروغ منه والعدالة قبل كل شيء لأنه لو لا دولة العدالة ما تكونش هناك دولة العدالة حتى نبني دولة لازم تكون كاينة عدالة هذا متفق عليه لكن نحن الآن أمام جزائر الجديدة أنت تكلمتي على النقطتين فتح التحقيق أمر مهم جدا قبل أن أصل إلى مشكلة الصحة فتح التحقيق هو أمر مهم ورئيس سيد رئيس الجمهورية قال لا للرسائل الأنونيم هذه اللي قادر وعنده الدليل يتفضل إلى الإعلام فلينشر دليله وأعتقد أنه الآن هذا القفزة النوعية في الإعلام وفي قناة النهار نحييكم عليها حتى تحقيقات إلى غير ذلك أذان صغية للمواطن إذن هناك تقريبا هناك أنا قاعد نشوفه في جهود رهي تبذل مادام هذا الجهود رهي تبذل وفي السياق الخير وفي السياق من أجل بناء جزائر الجديدة ومن أجل بناء جزائر الحريات جزائر العدالة جزائر المواطن يحس روحه مرتاح حتى يبني وينتج لهذا الوطن إذن لازم نشوفه كذلك لهذا المواطن هذا المواطن أنا فقط سؤال هذا المواطن اللي رهو في برج باجه مختار في الصحراء ومنحي كل أهلنا في الصحراء لما يتنقل مئات الكيلومترات هو رفض بنته ربما رهي عندها حرارة مرتفعة جدا يرفض يماه ولا يرفض زوجته اللي رهي بالجوف رهي بالحامل ويتنقل ربما للكمبليكاسيو معناتها ربما حالة معقدة بالله في الحمل يرفضها وما يلقاش لومبيلونس ويمشي لمئات الكيلومترات حتى يدخل أقرب مستوصف ولا أقرب مؤسسة استشفائية يدخي لي حلت هذا الشخص هذاك بعد هذا المعاناة بعد هذا الاستخاس بعد عدم توفر الظروف ثم يدخل المؤسسة الاستشفائية ما يلقاش وربما سامحهم الله هناك الكثير من الأطباء الأكفاء هذا ما مفروغ منه لكن هناك الكثير مش الطبيبة لأنه المشكلة مش في الطبيب المشكلة في من يستقبل هذا المواطن احنا الخدمات نقصة في الجزائر وما نكذبوش على بعضنا حتى هذاك على بلنا عنده ظروف اجتماعية لكن ديما هذه رح حلقة مرتبطة في بعضها حتى هذاك يستقبل هذا المواطن إذن يستقبلوا ربما ما هوش قادر تعب المناوبات الكثيرة الضغط العمل داخل المؤسسة الاستشفائية فيقع هناك نوعا من الصدام يقولوا روح يقولوا هكذا ويحدثت هكذا فهكذا تحدث هذه المناوشات إذن نعم لحماية الطبيب لأن الطب مهنة نبيلة وهم ينقذوا الأرواح ويقوموا بعمل جبار جدا أحيانا في كثير من المؤسسات الاستشفائية مع نقص المواد مع نقص الإمكانيات لكن أحيانا يبذلوا من مجهودهم أنا لحظت مرة أنا كنت حاضرة مرة في أحد المدن الداخلية أن الطبيب داخل العملية يعني داخل غرفة العملية ومعندوش القفزات المعاقمة يعني ليجون هدك معندوش وداخل غرفة العملية يعني يحليلهم الأطباء هدوم لكن في نفس الوقت يحليل المواطن طبعا المواطن هدايا قبل ثاني نعود نرجع نفسه اللي هذا ليحامل السلاح المواطن هدا يقبل ما أنت تروحوا تطبق عليه عقوبة الإعدام ولا المؤبد وفر له الظرف يا عزيزي وفر له الظرف وفر له المسؤول الأول ولا المسؤول على القطاع ولا المسؤول المحلي لازم يقف على هدل العملية ونقف على التسيير داخل مؤسساتنا الاستشفائية نحن داخل حزب الصوت يقول هنا مسحقوش دي زاد المينيستخاتر نسحقو دي ماناجر نسحقو مسييرين داخل كل المؤسسات فقط أنا حتى أكمل فقط الفكرة وهذا النقطة هذه احنا ركزنا على على المجال الصحة لأنه الآن مع الكوفيد ومع هذا الوباء هدايا وقع هناك ضغط كبير لكن هذا الأعمال العنف ليش تحدث فقط في قطاع الصحة تحدث في البلديات تحدث في فلابوست في مركز البريد تحدث في الجامعات يمكن القول أنه في كل مكان تقدم فيه خدمات 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 بذبط وإحنا حتى نكون صراحين مع بعض وما نكذبوش على بعضانا نحن نقطة الخدمات هذه اللي سيغفيس نقسيم بها بزاف الجزائر هناك ضعف كبير جداً في الخدمات لأنه أعلى لأنه وهناك نقص في التسيير وضعف مش نقص في التسيير نقص في المورد البشري لأنه لم نستثمر في المورد البشري ونقص في المعدات لأنه هناك لما ما تكونش نحن طالبنا بالرقمنة وعليش لأنه التسيير مرتبط بالرقمنة ما كانش لوجستيك ما كانش رقمنة ما كانش محاسبة ما كانش متابعة إذن لما تخلق هذا الخلوط هذه الفوضى هذه خلينا نقول خلوطة بشي الناس تفهم حتى لما نخلق هذه الفوضى أكيد الفوضى تجيب الدمار فوضى تجيب العنف إذن نعم لي قانون منأكد حتى الناس ما تقولش أنا مع الردع أنا مع القانون القانون يطبق على الجميع والعدالة تطبق على الجميع عموديا وأفوقيا لكن في نفس الوقت يقابله كما قلتم يقابله سيدتي وأنا شفت العديد من الروبرتجات التقرير والروبرتاجات على قناة النهار أنه العديد من المواطنين والله أفات اجتماعية كبيرة جدا والمواطن هذا راح في حصرة كبيرة جدا إذن لازم ننظر إليه بعين الإحسان نتحمل مسؤولية نتجاه المواطن على كل هذه المسؤولية نتقسمها جميعا جميعا أكيد نعم الأستاذة أسماء ميرامري خبيرة استشارية أشكرك جزيلا شكر على المدخلة وقبولك الدعوة أكيد يشرفني ذلك دائما شكرا